السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الشهادة الاعدادية منهج اللغة الانجليزية الفصل الدراسي التاني اهلا بكم في فيديو النهاردة النهاردة معنا ابيوغرافي اوف فاروق شوشا لو طلب منك تكتب عن يعني شخصية مشهورة او الكاركتر اللي انت بتحبها جدا اول حاجة اه لو احنا اه حابين اي مقدمة معينة مفيش مشكلة بنكتبها عادي اه لو قاس تخش على الموضوع كده مباشرة زي ما هنتكلم مفيش اي مشكلة فاروق شوشا وز بورن اين دمياطة طبعا بنذكر المكان اللي اتولد فيه فاروق شوشا يبقى اتولد فيه دمياطة يعني دمياط ماشي يعني ذهب لمدرسة ابتدائية قريبة منه او مجاورة له يعني هو ذهب للمكتبة المحلية المكتبة اللي فيه المنطقة بتاعته يعني في سنة مبكرة جدا وكان بامكانه كراءة العديد او الكثير من الكتب يعني باللغة العربية خلي بالك ان بتيجي مع اللغة يعني باللغة الفلانية بعدك يعني دلوقتي هو مقدم اذاعي مشهور and a famous poet يعني وشاعر مشهور he studied at Cairo University يعني درس في جامعة القاهرة and graduated from the faculty of دار العلوم يعني وتخرغ من كلية دار العلوم he worked as عاملة ك he worked as a radio presenter عاملة ك مقدم اذاعي and later on وبعد ذلك as a TV presenter too يعني وبعد ذلك عاملة كمقدم تليفزيوني ايضا he always liked poetry and Arabic literature خلي بالكم من كلمة literature المعنى والسبلنج والنطق literature معناها الادب Arabic literature يعني الادب العربي او اداب اللغة العربية يعني he always liked هو كان دايما بيحب poetry يعني الشعر and Arabic literature in his programs وفي البرامج بتاعته بقى شوشة always talked about the beauty of the Arabic language في البرامج بتاعته فارق شوشة كان دايما بيتكلم عن جمال اللغة العربية and it's rich literature والادب بتاعها الغني جدا والثاري جدا for this reason يعني ولهذا السبب he was called the guardian of the Arabic language ولهذا السبب اطلق عليه او سمي بحارس اللغة العربية he won the Nile prize for literature in 2016 فاز بجائزة النيل للادب عام 2016 finally وأخيرا I'd like to say أود أن أقول the more sincere you are at your job the more you become successful خلي بلك من the more the more كلما كلما وفي النهاية أود أن أقول كلما كنت مخلصا في وظيفتك كلما زاد نجاحك ده معنى التركيبة دي يا شباب يبقى finally وأخيرا I'd like to say the more sincere sincere يعني مخلص the more sincere you are at your job كلما أخلصت يعني في وظيفتك the more you become successful كلما أصبحت ناجحا كده جماعة الموضوع بتاع فاروق شوشة خلس وانتهى ده كل البيوغرافي بتاع فاروق شوشة تناولنا مكان مولده ودراسته كان شكلها ايه تواجه لأنه مدرسة بالزبط والوظائف اللي كان بيعمل بها زي ريديو بريزنتر وبعدها وبعدها تيفي بريزنتر اتكلمنا برضو عن الجوائز اللي حصل عليها زي نايل برايز اللي هي جائزة النيل للأداب طبعا خاتمة جميلة كده وشيك وبسيطة ممكن نحطها زي أنا أنصحك أن تقرأ عن فاروق شوشا إنه صدقا إنه فعلا إنه بحق نموذج بتاعي في حياتي وقدوتي في حياتي أنا بحب الأدب العربي في يوم الأيام أحب أكون مثل فاروق شوشا لازم يا جماعة نحافظ على وحدة الزمن كان الزمن بتاعنا كله في الزمن الماضي البسيط تعالوا بقى نصارد بعض الكلمات اللي احنا درسناها أو قابلناها في هذا البيوغرافي كلمات مهمة جدا طبعا زي يعني مقدم إزاعي تخرج من دار العلوم معناها شاعر يعني شاعر Arabic Literature يعني الأدب العربي ووركد آز يعني عاملة كذا كذا تيفي بريزنتر مقدم تليفزيوني برضو تركيبة اللي خدناها زامور زامور كلما كلما ده كل ما يخص فاروق شوشة لو طلب منك تكتب عن يعني شخصية مشهورة أو الكاركتر اللي انت بتحبها جدا فانت ممكن تختار فاروق شوشة يبقى ايما يجيب لك الاسم كده اكتب عن فاروق شوشة أو اكتب عن الشخصية اللي بتحبها قصنا البيوغرافي الخاص بفاروق شوشة ياريت يا جماعة زي ما بنقول كل مرة نخصص صفحة مستقلة لسؤال البيوغرافي سؤال بصفحة عامة آآ ياريت نسيب سطر يا جماعة ياريت نخلي بالنا كل جملة اخرها اول كل جملة آآ طبعا حرف ولو سؤال يبقى كوثش حاجة دي كلها طبعا بتتحاسبوا عليها اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الان نلتقي في فيديو قادم لكم مني تحية وتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام احلى شباب اشتركوا في القناة